بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض أهم القرارات أو ملخص كده للمؤتمر بتاع الدكتور طارق شاوي وكمان هنفتح مع بعض الموقع الجديد اللي هطلقته وزارة التربية والتعليم اللي فيه المراجعات في كل المواد للسنوية العامة وهنشوف ازاي ننشئ حساب على الموقع ده ولكن في البداية متوش تدعمونا وتعملوا لايك للفيديو ولسه مشتركش في القناة اشترك وفعل زر الجرس حين يصلك معنا كله اول حاجة قال ان الطلاب هيبقوا في اللجنة الفرعية هيبقوا 14 طالب فقط وفي مسافات امنة ما بين كل طالب وطالب بالنسبة لامتحانات السنوية العام ولكن تم ترحيل بدء الامتحان للساعة العاشرة صباح الامتحان هيبدأ عشرة صباح وزي ما انتو شفتوا في الفيلم ان الطلاب هيخشوا في لجان سير عشان تدخل الامتحان بطبور متبعد ما بينك ومن زميلك هيكون اتنين متى الكلام ده من الساعة الثامنة يبقى انتو خلي بالكم لازم تكونوا هناك في المدرسة على الساعة تمانية ان شاء الله رب العالمين ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعية لو انت تأخرت عن تسعة مش هيسمح لك بالدخول فياريت من الافضل انك تيجي من بدري من قبل كمان تمانية هيتوزع عليكم كمامات على كل طالب وهيكون فيه مسح حراري عشان يشوفوا درجة حرارة كل طالب وفيه تعقيم وزي ما تشوفت كده في الفيلم هيكون فيه ارتداء معدات الوقاية الشخصية وهيكون فيه ارتداء فيه واقع كده في الحزاء والكلام ده كله دي كلها اجراءات وقائية للطلاب علشان يحموهم من الوباء الحالي طيب لو اي طالب لقدر الله ظهر عليه اعراض هيتم طلب سيارة الاسعاف وهيتنقل على طول لمستشفى مختص لو الطالب المكان اللي هو فيه في حجر صحي كده ممكن يمتحن دور تاني بالدرجة الفعلية بيش اي مشكلة خالص ولو طالب خايف ان هو يروح الامتحانات ممكن يأجلها للسنة الجاية وبرضه بالدرجة كاملة السماح بدخول الدور التاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية لو فيه ارتفاع في درجة الحرارة مش هتخش الامتحان وممكن تخش ان شاء الله دور تاني طيب لو الطالب دخل وهو بيمتحن وتعب برضو لقدر الله اثناء الامتحان هييجي طبعا الطبيق المختص وهيشوفه وهيحدد خروجه او بقاءه في اللجنة وعلى الارجح هيتم خروجه من اللجنة الطالب اللي هيتأخر عن الساعة 9 همش هيسمح له بدخول الامتحان وهيعتبر غاية فيه جراءات جديدة وزير التعليم اعلنها بالنسبة للمواد اللي هي بتضافش للمجموعة ان الطالب هيستلم بوكلت خاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والاحصى بعد ما يخلص امتحان العربي يعني بعد ما تخلص امتحان العربي مفروض انك هتاخد معاك بوكلت للتربية الدينية والاقتصاد والاحصى ومعاد تسليم البوكلت ده بعد ما تجاوب عليه هيكون ان شاء الله مع امتحان يوم الحد 12 سبعة والطلاب هيستلموا البوكلت بتعماد التربية الوطنية بعد ما يخلصوا اللغة الاجنبية التانية وموعد التسليم هيكون يوم الثلاثة واحد وعشرين سبعة وفيه منصة جديدة وزير التربية والتعليم اطلاقها يطبعا تحت رعاية البنك الاهلي المنصة دي هكون فيها مراجعات لطلاب السنوية العامة نفتحها مع بعض ونشوف ازاي نقدر نتعامل في المنصة دي المنصة اللي هي المنصة الجديدة هيكون فيها مراجعات في كل المواد بندخل على المادة اللي احنا عايزينا ولكن في الاول لازم بنعمل تسجيل دخول هتيجوا عند كلمة تسجيل حساب جديد فوق وبعد كده هتخش في حسابك على الفيس بوك بحسابك على الفيس أو حسابك على الجيميل او انك بتعمل حساب جديد وتدخل بيانات بتاعتك وبكده بتنشئ حساب على الموقع وبعد كده تنصفح جميع المواد